بعد مرور ساعات من نزع مطعمه كينتاكي أو كييفسي بدل إبراهيم بالجزائر العاصمة لإشعاره من واجهته في محله أقدم اليوم على إعادة العمل على عكس ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قد تم غلقه نهائيا وذلك بعد أن انضم الجزائريون إلى حملة عالمية لمقاطعة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة كينتاكي فريد شيكن بعد افتتاح هذه العلامة لأول مطعم اللهم في دل إبراهيم بالجزائر العاصمة حيث شن وقفات احتجاجية يدعون فيها لغلقه بسبب تورط كينتاكي في دعم الكيان الصهيوني من خلال تقديم مساعدات الله في حربه العدوانية على غزة وبحسب الفيديوهات التي صورناها في عين المكان ظهر اليوم يبين بأن المطعم يعمل بشكل عادي ويستقبل زبائنه أقول على مستواه كما يستقبل الطلبات الخاصة بشركات وتطبيقات التوصيل الأكل إلى المنازل والمكاتب هذا هو أثار افتتاح فرع العلامة الأمريكية التي تشهد مقاطعة عالمية بسبب دعمها للكيان حالة من الغضب وسط رواد المواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا على نطاق واسع فيديوهات للوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام مبنى المطعم العالمي الجديد في دل إبراهيم حمل المتظاهرون اللفتات تنتقذ هذا المطعم وترسم الحضور الفلسطيني في وجدان الشعب الجزائري بينما كان الحضور قويا لعبارة ناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة لا سمح الله وبالعودة إلى الساعات القليلة لنهاري وصبيحة اليوم فقد أقدم مسؤول المطعم على إزالة شعار المطعم كيفسي من واجهته في الساعات الأولى لصباح اليوم واستغرق الأمر من الواحدة صباحا إلى الثالثة صباحا ليتم بعدها الاجتماع بكل طواقم المطعم والإعلان على العودة للعمل في حدود منتصف النهار بشكل عادي مع تعزيز الأمن في بوابته وتفرض إجراءات صارمة لمنع حدوث أي احتجاجات سابقة ومقاطعة له تتير الغضب